سواء توتي عاملين ايه زي ما وعدتكم بقى هنبدأ مراجعات مع الصف الثاني السنوي المراجعات بتاع التانية سنوي وهنبدأ النهاردة بقونيتا كواترو الوحدة الرابعة وتعالوا نشوف بتتكلم عن ايه الوحدة دي هنفتح الاول مع بعض زي ما احنا عملنا مع سنة اولى وايت بورد نشرح عليها وبعد كده نبدأ نطبق ونشوف التمارين على ارض الواقع الوحدة دي بدأت بحاجة كده اسمها كواندو اداة الاستفام كواندو للناس اللي طبعا متابعة كواندو معناها متى كواندو معناها متى فبيجي يسألك في الاختيارات عن سؤال بمتى وعايزك تجاوب عليه يعني مثلا لو انا قلتلك سؤال زي ده كواندو إنيتسيا لسكولا كواندو إنيتسيا لسكولا يعني امتى بتبدأ او امتى هتبدأ المدرسة هتردت اقول لي اجابات كتير قوي متنوعة والدرس ده بيلعب على سؤال حروف الجر اللي كان في سنة اولى وختمنا بيه سنة اولى لو انا جيت جاوبت على السؤال ده عندي مية طريقة للاجابة عليها تعال نشوف كده يعني انا ممكن اقول ايه اقول لسكولا المدرسة إنيتسيا بتبدأ اول سؤال هقول نقط وليكن كوينددشي ستمبر يعني 15 ستمبر وجايدت في الاختيارات اختيارات بقى متنوعة ما بين الان ما بين الا ما بين اداة المعرفة بس يا طرق انا في سؤال زي ده هاختار ايه هقول لكم خلي بالكم كويس جدا ان انا اول ما بلاقي معايا يوم وشهر زي كده 15 ستمبر ادي اليوم 15 والشهر ستمبر يبقى على طول يوم وشهر بتجاوب باداة المعرفة فقط ما ينفعش حط حروف جر يبقى زي لما بقول النهاردة او جي ايه ايه الكوينددشي مثلا ااا ماتجو النهاردة 15 مايو يبقى في حالة ان انا اذكر اليوم مع الشهر بستخدم ايه 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 برافو عليكم ودي كده اول نقطة لازم نعرفها طب لو جاوبنا بنفس الطريقة بالزبط لسكولا اينيتسيا بس هغير الوقت اللي انا كتبته واقول لكم نقط ستمبر بس ستمبر ده الشهر من غير ما اقول يوم في الحالة دي يا طرح هجاوب بايه هقول لكم في الحالة دي بنجاوب زي ما درسنا في سنة اولى ان مع شهور السنة يا اما بستخدم الان يا اما بستخدم الا اللي اتنين صح يبقى انا ممكن اقول او ستمبر صح او لا سكولا اينيتسيا ان ستمبر برضو صح رقم تلاتة ممكن اجاوب برضو نفس السؤال ده واقول ايه لا سكولا اينيتسيا نقط ستعت او طبعا مش منطق ان مدرسة هتبدأ في الصف هنقول مثلا انفرنو في الشتاء او 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 الخريف بما ان شهر تسعة ده يعتبر لسه تبع الخريف فهنا اداني في وصول السنة هقول لكم خلي بالكم ان احنا برضو زي ما درسنا في درس حروف الجر ان في وصول السنة كانت بتاخد يبقى تاني يوم و شهر يوم و شهر يل طيب شهور السنة ين او ا شهور السنة ين او ا وهنا انت مطالب تكون حفز شهور السنة كلها عشان تبقى عارف ان ده شهر من الشهور وهتلاقوا في فيديو عبارة عن ريلز كده ريل صغير او فيديو انا عملايا على اليوتيوب بيكلم عن شهور السنة الوحدها ممكن اجيبه واحفظه بعد كده عارفنا ان فصول السنة بتاخد ين فصول السنة ين فصول السنة طيب عندي بعد كده ايه كمان ممكن يجي في سؤال زي ده ان انا اسكر السنة يعني المدرسة هتبدأ السنة دي في سنة كده نقط مثلا الفين اربعة وعشرين في الحالة دي لما بلاقي فصل لما بلاقي السنة على طول بستخدم نل طيب ايه النل دي هي عبارة عن ايه؟ هقول لكم النل دي عبارة عن الين حرف الجر زائد اداة المعرفة اليل لما بيتدمجوا مع بعض بيدوني نل وطبعا لان السنة متحددة فخلاص انا اي سنة بحط نل 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 يبقى مع السنين نل مع السنين نل واخر حاجة في السؤال ده يا جماعة بما اننا هنا اتكلمت عن حاجة متحددة بقول لكم اي حاجة متحددة نل اي حاجة متحددة بتاخد نل هل نل بس هقول لك لأ اين زائد اداة المعرفة اين زائد اداة المعرفة اللي هي ممكن تبقى قيل ممكن تبقى ل هقول لكم يعني ان انا هنا لما ذكرت قولت في ستمبر يعني شهر ستمبر انا محددتش ستمبر بتاع استمك جاية ولا لبعدها ولا لقبلها في الحالة دي انا استخدمت اين بس لكن لو انا جيت قلتلكم مثلا تعالوا نفتح كده ويت بورد جديد عشان نبقى نشوف الصورة دي اكتر لو جيت قلتلكم نقط ستمبر بروسيمو هنا معناها القادم يبقى انا كده حددت اني شهر ستمبر بالزبط في الحالة دي هل تنفع الاين زي ما كنا بنعمل او الا هقول لكم لا في الحالة دي هقول نل ستمبر نل ستمبر بروسيمو طب ما هممكن يقول لي في ستمبر بتاع الفين اربعة وعشرين او بتاع الفين خمسة وعشرين يبقى برضو نل يبقى اول ما يحدد نل طب احنا كنا في الفصول السنة لسه قايلين برضو انها هتاخد اين 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 اول ما يقول لي مثلا اهو اه او تونو وصل الخريف دل مثلا لسنة دو ميلة فينتيكتينكو ايه لسنة الفين خمسة وعشرين في الحالة دي ما ينفعش اقول برضو ان في الحالة دي هقول لا ان زي ادافة هتبقى نل او تونو فهتاخد من الابوستروفو عشان او تونو بدأ متحرك ادي يا جماعة الدرس اللي هو الاولاني خالص في تحيك كده الترمي التاني بتاعنا ان انا ما بلاقي سؤال بكواندو يعني متى انا عندي عدة اجابات كده بسبتها في دماغي يوم وشهر 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 يوم سنة نيل واي حاجة متحددة نيل سنة نيل واي حاجة متحددة نيل شكرا هو ده الدرس بتاعنا فيها مشكلة سهل جدا وبسيط جدا ويلا بينا على طول نتدرب ونحل عليه هذه القاعدة ممكن انتم برضو تبصوا عليها مرة كمان اهو اليوم ويليه شهر ايل نيل يعني شهر متحدد بصفة او سنة وهكذا اين او امع الشهور اين بس مع الفصول زي ما قلنا ايل وداني امثلة عليها يلا نروح بقى على اول سؤال وبيقول ايه نقطة بنتوتو مارسو بعدو اروما يا تارا هنحلها ايه طبعا 28 مارس هروح الى روما او هزب الى روما اداني ايه في السؤال ده يوم وشهر يوم وشهر رفو عليكم ايل يوم وشهر ايل شكرا انا كده دمانت الدرجة نور دوة كارلو طولنا اميلانو كارلو بيعود الى ميلانو نقطة لوليو الناس اللي هتحفظ الشهور الاول هتعرف اني لوليو ده شهر من شهور السنة اللي هو يوليو يبقى في الحالة دي هختار ايه طرى اه قلنا الشهر اين او اا الشهر اين او اا فعشان كده ما يدينيش الاتنين مع بعض فجاب لي هنا اين برابو عليكم نور 3 مولتي جوفاني بانو المار نقطة ستاتي يعني العديد من الشباب يذهبون الى البحر نقطة ستاتي اللي هو فصل الصيف الفصول اين اين الفصول اين اين وده فصل الصيف فهياخد اين طب هل ينفع اخد اين واداة هقول لكم لا اولا لاني هنا محددش فصل الصيف بتاع انهي عام ثانيا لانه كمان هنا ستاتي بدقة بمتحرك فنل هنا غلط المفروض لو كنت محتاجة حاجة فيها اداة فكت هتبقى نل اباستروفو بس انا هنا مش محتاجة نور 4 نقط مارسو سكورسو يعني في مارس اللي فات هو هنا حدد او حدد من غير ما اكمل طالما حدد يبقى على طول اين واداة اين واداة طب مارسو هتاخد ايه يا طرى يا طرى هي بدقة بمتحرك الام دي مش متحرك يبقى ما ينفعش اختار فيها اباستروفو هقول نل مارسو سكورسو يبقى خلي بالي ان الكلمة اللي انا بحط لها الان واداة بدقة بايه لو بدقة بساكن تاخد نل لو بدقة بس وساكن او زد تاخد لو ولو بدقة بمتحرك تاخد الاباستروفو ها فاهمناها يلا كملوا كده لوحدكم وبعد كده هتلاقوني هنطلع فاصل وهنرجع هتلاقوا الاجابات على الشاشة عشان تصححوا لنفسكم وتتأكدوا ان انتو حلتوا صح هم شايفين كده حاولت اكبر لكو الصورة اكتر عشان الدنيا تبقى وضح هتحلوا من رقم خمسة اهو لرقم عشرة بنفس طريقة الحل اكون حافظتهم و ثبتتهم في دماغي وابدأ احل يوم و شهر ايل الشهر الواحد و اين او ا الفصل الواحد و اين السانة نل واي حاجة متحددة نل او اين و اداة تمام كده هم حلوا وبعد كده نشوف على طول الحل بعد الفصل هم شوفنا الاجابات كتبوا ليك خدتوا كام في السؤال ده كام من خمسة في الكومنتات ولا حد عنده اي استفساد ما ينساش بعتولي على طول واستنوا الجزء التاني من الواحدة الرابعة الرابعة او الرابعة اللا بروسيما تشاو تشاو